تشارك مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بمعرض بالمنطقة الخضراء بقمة المناخ بما يسهم في الترويج للتراث المصري العظيم بما في ذلك الميداليات والعملات التذكارية والأوسمة والنيشين واللوحة النحاسية وتطرح المصلحة عملة تذكارية فئة المئة جنيه بمناسبة انطلاق قمة المناخ كوب 27 للتأكيد على أهمية هذا الحدث التاريخي عملة تذكارية وميدليات فضية ونحاسية تعبر عن قمة المناخ السابعة والعشرين إضافة إلى غيرها تمثل تاريخ مصر وحضارتها على مر العصور تجدها هنا في المعرض الذي تقيمه مصلحة الخزانة العامة وسك العملة داخل جناح الحكومة المصرية بالمنطقة الخضراء بمدينة شرم الشيخ جنوب سيناء عملة اللي احنا بنقدمها النهاردة لرواد المؤتمر هي عملة معدنية من الفضة حوالي 30 جرام تقريبا عليها على الوجه شعار المؤتمر وعلى الضه فئة الميد جنيه مئة جنيه فضية عملة تذكارية بمناسبة انطلاق قمة المناخ مدون عليها مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي بشعاره كوب 27 وتاريخ عقاد المؤتمر باللغتين العربية والإنجليزية والتي صدر لها قرارا بالترخيص من مجلس الوزراء رقم 65 لتطرح خلال فعليات المؤتمر كدرسك درسك بتعمل حاجات خاصة تذكارية بتخلط تاريخ مصر عن طريق المسكوكات فدي أحدث حاجة عندنا اللي هو الميد جنيه التذكاري الخاصة بمؤتمر المناخ في شرم الشيخ إشادة من رواد المؤتمر المصريين والأجانب بهذه الفكرة وإقبالا ملحوظا على اقتناء إصدارات المصلحة من العملات التذكارية والميدليات أنا طبعا أول ما جئت سألت على العملات الخاصة بالكوب 27 سألتها دايما بتكون عملاتنا حاس ومطلية فضة بس برضو كان فيه عملات تانية اللي هي الخاصة بمرور 100 سنة على حفل التوت عن خمون فطبعا دي هاتف فرصة كويسة لأن من كل دول العالم فيه زوار جايلنا فطبعا الناس دي بتدار على سوفينيرز إنها تقدر النهاية تكون زي نوع من أنواع التذكار بحضرهم هنا لمصر مؤتمر المناخ كوب 27 حدث تاريخي يتم تخليده من خلال عملة فضية تبهر الحضور إضافة إلى العملات التذكارية والميدليات التي تعبر عن الأحداث التاريخية التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية سالي سالم التلفزيون المصري